إذا لمتابعة تطورات المشهد لسيما بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وحديث الاحتلال عن قضية ما بعد الحرب في غزة ينضم إلينا عبر سكايد من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب وعبر سكايد من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي مرحبا بكما في بانورام الرافدين أستاذ هشام نبدأ بالحدث الأبرز طبعا الاحتلال ينفذ اليوم هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت يغتال على أثرها السيد صالح العاروري واثنين من قادة القسام ما دلالات هذه العملية أستاذ هشام بسم الله الرحمن الرحيم لا شك في أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفشل الفشل تلو الفشل في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تمرغ أنفه في وحل قطاع غزة أراد أن يوسع من دائرة المعركة وأن يخلط الأوراق وأن يذهب باتجاهات وساحات عديدة وأن يكسر قواعد الاشتباك في الساحات خارج فلسطين وخاصة ساحة لبنان من خلال هذا الاغتيال الآثم للقائد الوطني الكبير نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحركة في الضفة الغربية الشيخ صالح العاروري وعدد من إخوانه قادة حركة حماس وقادة القسام الاحتلال الإسرائيلي بهذه العملية الآثمة والجبانة يؤكد أنه لم يستطع أن يحقق شيئا في قطاع غزة فأراد أن ينتقل إلى ساحات أخرى وأراد أن يوسع من دائرة المعركة وأن يخلط الأوراق وأعتقد أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام والمقاومة الفلسطينية التي تصدت للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المفتوح على الشعب الفلسطيني ستتصدى لهذه الجريمة وسترد على هذه الجريمة في قادمات الأيام أستاذ علي السيد هشام قال أن الاحتلال حتى يخرج من دائرة الفشل عمد إلى اغتيال صالح العروري واثنين من كتاب القسام لكن ما تدعيات هذا الاغتيال على حركة حماس والفصائل المقاومة في فلسطين تحياتي لك أخي الكريم ولمشاهدين الكرام ونسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في هذا اليوم سواء في لبنان أو في كل مساحات المواجهة لا شك أن اغتيال شخصية بهذا الوزن هو الشخص الثاني في حماس فيادي كبير وهو مسؤول منطقة الضفة وله دور كبير في إشعال الضفة وقد تعرض للتهديد أكثر من مرة ليس أمرا سهلا وبالتالي هذه العملية تستدعي ردا من المقاومة سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أعتقد أن الضربة التي تلقاها اليوم الشعب الفلسطيني وأيضا الشعب اللبناني هي ضربة قوية بالنسبة لحماس أو حركات التحرر وحركات المقاومة معموما لم يعلمنا التاريخ أنها تضعف باستهداف قادتها بل بالعكس القادة يتحولون إلى أيقونات للجهاد تعرض الشيخ أحمد ياسيد مؤسس حماس وزعيم الاستشهاد دكتور عبدالعيزي غانتيسي الذي يوقع فيه غارون أيضا المقادمة سعيد سيام وكلهم تحولوا أصلا إلى تم تسمية الصواريخ والقبائف بأسمائهم حركات المقاومة حتى ليس فقط من حماس بل من غيرها أبو علي مصطفى شعيد فتح الشطاقي لا يمكن إنهاء حركة مقاومة باستشهاد قيادها بل بالعكس تشتعل أكثر وأكثر وهذا يدفعها إلى مزيد ويتحول هؤلاء الشهداء إلى رموز وإلى بالعكس محفز أكثر للشباب للانضباء أكثر وللطبحي أكثر وفعلا التعالي عن أي خلافات حتى لو كانت وجدت في داخل الحركة نحو معاني أسماء وأعلى أستاذ هشام بحسب مصادر إعلامية حركة حماس أبلغت الوسطى بتعليق المباحثات عن أي هدنة أو تبادل للأسرى مع الكيان الإسرائيلي ولكن هل نتوقع ربما في الساعات أو الأيام القادمة أن يكون هناك تصعيد آخر من نوع آخر للرد على اغتيال عسكريا على وجه التحديد أعتقد أن موقف حركة حماس هو موقف طبيعي في ظل هذا العدوان وهذا الإجرام الذي أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي وهذه الجريمة النكراء المتمثلة باغتيال قائد كبير في حركة حماس الشيخ صالح العروري وعدد من إخواني هذا الموقف طبيعي وأنا أؤمن أيضا أن المقاومة الفلسطينية سيكون لها ردها العسكري والميداني وهذا سنشهده في الأيام القادمة في الأسبوع القادمة الحساب مع الاحتلال الإسرائيلي هو حساب مفتوح وليس مرتبطا بمدة زمنية محددة والمقاومة الفلسطينية ليست جيشا منظما أو نظاميا إنما هي مقاومة تختار التوقيت المناسب للرد بل أنا أقول أن عملية 7 أكتوبر بحد ذاتها كانت ردا عمليا صادقا وفيا لكل شهداء الشعب الفلسطيني كانت ردا على اغتيال الشيخ أحمد ياسين ويحيى عياش والرنتيسي وأبو علي مصطفى وكل القادة الشهداء من المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني وهذا ما تحدث عنه قادة المقاومة كانت انتقاما للمسجد الأقصى للقدس لعذابات أهل غزة المحاصرين منذ 17 عاما لعذابات أهل الضفة الغربية المحاصرين بالجدار العازل والقدس لعذابات اللاجئين أنا أؤمن أن المقاومة الفلسطينية تراكم كل هذه الجرائم الإسرائيلية وسترد عليها وأعتقد أن المقاومة وفية جاه دماء الشهداء وسيأتي الرد سواء في هذه المعركة أو في قادمات الأيام وأنا ما زلت أحفظ كلمة مهمة قالها أحد قادة المقاومة الفلسطينية أحد قادة حماس أقسم أن المقاومة ستحاسب الاحتلال الإسرائيلي على كل قطرة الدم سفكها من الشعب الفلسطيني وعلى كل بيت هدمه في قطاع غزة وفي فلسطين عموما وهذا الحساب آت ولا محالة عن تداعيات جريمة الاغتيال هناك تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب نيقاتي قال أن انفجار المشرفية جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان إلى مرحلة جديدة هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع؟ لا شك أن نتنياهو الذي غرق في مستنقع غزة وأمام الخسائر الهائلة التي تتسارع بشكل يومي بفعل ضربات المقاومة والصمود الأصولي لشعبنا في غزة يحتاج إلى صورة نطنصر يخرج بها من هذا المأزق كما أيضا يحتاج إلى خوط الأوراق وإدخال المنطقة في أتون حرب إقليمية لأن توسعة الحرب تعني أن تتحول هذه المعركة من معركة فلسطينية إسرائيلية إلى معركة إقليمية إيرانية أمريكية وربما غربية وربما تتوسع أكثر وأكثر فبالتالي هو يدفع المنطقة للتصعيد ويدفعها أكثر لمزيد من القتل والدمار والدماء هناك مصلحة ليلة نياهو في توسعة الحرب وهذا ما يدركه جيدا المقاومة بكل فصائلها ولكن رغم ذلك هذا الفعل يحتاج فعلا إلى رد ورد رادع لأن إسرائيل تتصرف باعتبارها بلطجي في هذا المنطقة تعتدي على سوريا تعتدي على لبنان تعتدي على أي مكان تريده تستهدف كل من ترى فيه خطرا يهدد أمنها بلا رادع وبلا حسيب وبالتالي لابد أن يكون هناك رد محسوب رادع وأيضا بشكل متوازن لا يؤدي إلى السير في بصار نتنياهو أستاذ هشام في اليوم الثامن والثمانين للعدوان على قطاع غزة طبعا المقاومة تواصل التصدي لجيش الاحتلال في مختلف المحاور أيضا تكبده المزيد من الخسائر سواء كانت هذه الخسائر بشرية أو حتى في العتاد يعني 71 آلية عسكرية خلال أيام معدودة هو رقم لا يمكن تجاوزه من قبل سلطات الاحتلال ولكن في هذا السياق هل ما زالت فكرة القضاء على المقاومة مطروحة لدى حكومة نتنياهو بعد كل هذه الخسائر أعتقد هذه الشعارات يرفعها نتنياهو ومجلس الحرب لدغدغة مشاعر الجمهور الإسرائيلي ليس أكثر هو يعرف أن هذا الأمر ليس واقعيا والأمريكان قالوا له ذلك وقاد كبار من أوروبا ومن ضمنهم ماكرون قالوا له ذلك لا يمكن اجتثاث حماس من وسط المجتمع الفلسطيني حماس هي في قلب المجتمع الفلسطيني وهؤلاء الذين يستشهدونهم من عائلات حماس وإخوان حماس وأبناء حماس وأقرباء حماس وجيران حماس حماس هي متجذرة هي جزء من الشعب الفلسطيني ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتخيل اقتلاع المقاومة الفلسطينية أو اقتلاع حركة كبيرة مثل حركة حماس فازت بانتخابات 2006 بأغلبية ساحقة واليوم التقديرات واستطلاعات الرأي تشير إلى صعود هائل في شعبية حركة حماس في المجتمع الفلسطيني المسألة معكوسة اليوم شعبية حماس وثقة الشعب الفلسطيني بحماس تزداد أكثر فأكثر عما سبق ولذلك هذه أوهام يروجها نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي ستنتهي الحرب وسيكتشفون أن الشعب الفلسطيني صار أكثر التفافا حول حركة حماس لأن حركة حماس قدمت نموذجا حقيقيا للمقاومة الفاعلة الراشدة المؤثرة التي تستطيع أن تقلب الموازين وأن تثخن بالاحتلال الإسرائيلي وأن تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة لم يسبق له وأن تكبدها في كل الحروب السابقة منذ نشأة هذا الكيان الغاصب ولذلك أنا أقول أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في كل شيء في كل هذه العنوين السياسية المتعلقة بإدارة قطاع غزة وإبعاد حركة حماس عن إدارة قطاع غزة واشتثاث حركة حماس وفشل في العنوين العسكرية واغتيال القادة من حركة حماس أو من المقاومة الفلسطينية هذا لا يعد هدفا عسكريا هذه أهداف يختلقها الاحتلال الإسرائيلي ويروج أمام الجمهور أنه يريد أن يغتال إسماعيل هنية أو خالد مشعل أو الشيخ صالح العبوري رحمه الله أو يحيى السنوار أو إلى آخره هؤلاء شخصيات وقامات مهمة وقادة لهم حضورهم وتأثيرهم لكنهم لا يمثلون هدفا عسكريا لماذا؟ لأن التجربة قالت لنا وقالت للعالم كله في نموذج مثل نموذج حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية استشهد المئات من القادة المؤسسين السياسيين والعسكريين ومع ذلك استمرت المقاومة بل تعاظمت قوتها أستاذ علي ولكن لو أخذنا الجانب الثاني الجانب المقابل يعني مسؤول أمريكي يصرح بأن الاحتلال نجح في تفكيك القدرات العسكرية لحماس في أي إطار يمكن أن نضع هذا التصريح؟ فليصرح الأمريكيون وليصرح الآخرون بما يرغبون لكن الواقع الذي نراه والواقع الميداني هو واقع متماسك منظومة القيادة والسيطرة ما تزال تعمل الصواريخ أطلقت في ليلة رأس السنة على تل أبيب بشكل متواصل وشكل مكثف الإتخان في العدو يسير بشكل متسارع وبالتالي لا معنى للكلام أو لا إضعاف قدرات المقاومة ربما يريد الأمريكان أن يجدوا مخرجا للجيش الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية من المأزق الذي دخلوا فيه ولكن الواقع يقول عكس ذلك تصريحات إزينكوت والعسكريين الإسرائيليين يقولوا بأن الهدف السياسي الذي وضع لهذه المعركة وهو هدفان هدف اشتثاث حماس وهدف إطلاق الأسرى لا يمكن الجمع بينهما فإذا أردنا اشتثاث حماس يجب أن ننسى الأسرى وإذا أردنا الأسرى فيجب أن ننسى اشتثاث حماس هم أمام مأزق كبير وفيك أيضا أمام مأزق لأنه يخشى من تساع نطاق الحرب وبالتالي لخمطت كل خططه التي يريد فيها تهدئة المنطقة للتوجه إلى منافسه الرئيسي وهو الصين هناك مأزق كبير تواجه حكومة ننتنياهو أستاذ هشام هذه الحالة التي يعيشها جيش الاحتلال والتي كشفت عنها المقاومة الفلسطينية طبعا كل ذلك تتزامن مع خلافات ظاهرة للسطح تعصف بحكومة ننتنياهو ولكن هل من تأثير لهذه الخلافات على متخذ القرار السياسي والعسكري لدى الاحتلال الصهيوني؟ بلا شك هذه الخلافات اليوم صارت متفاقمة بصورة لم يعد بالإمكان إخفاءها الإعلام الإسرائيلي يتحدث عنها ننتنياهو يخرج بمؤتمر صحفي منفردا عن جانتس وعن أيزن كوت وكذلك الأمر بن جفير ويعني الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو في مجلس الحرب أو في الكابينت هذه الخلافات صارت ظاهرة للعيان وهي بلا شك ستؤثر أو تؤثر حقيقة على القرار الإسرائيلي وهناك معطيات تتحدث عن خشية نتنياهو أصلا من إمكانية انسحاب جانتس وآيزن كوت من مجلس الحرب والوسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن حكومتين على أرض الواقع حكومة بإدارة جانتس وآيزن كوت وحكومة بإدارة من جفير واسموتريتش ونتنياهو يتنقل بين الحكومتين ويلعب على المتناقضات هذا ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي هذه الخلافات الإسرائيلية صارت بارزة وظاهرة واعتقد أن التخبط في موضوع تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية هو انعكاس طبيعي لهذه الخلافات ولنتذكر أن الإعلام الإسرائيلي تحدث منذ أيام قليلة عن خلافات تعصف مجلس الحرب لأن نتنياهو كان يرفض النقاش ما يسمى اليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة كان يرفض ذلك بينما كان جانتس وآيزن كوت يدفعون بهذا الاتجاه والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدفع بهذا الاتجاه أعتقد أن الخلافات اليوم صارت أعمق من أن تخفى وسيكون لها تأثيرها ليس على حكومة نتنياهو لأن حكومة نتنياهو تحصيل حاصل سيكون مصيرها الانهيار بعد انتهاء الحرب وربما قبل انتهاء الحرب لكن سيكون تأثير هذه الخلافات عميقا جدا على هذا الكيان كاملا أستاذ علي بدقيقة ونصف إذا كان الحديث الآن يتداول عن خطط ما بعد الحرب كيف ترى الأداء السياسي للمقاومة في هذا المضمار خاصة أنهم متمسكون أي المقاومة بعدم الحديث عن أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل مصير غزة أو مصير القضية الفلسطينية مما بعد الحرب يقرره الشعب الفلسطيني ولا يقرره الأدوات السياسية أو الاجتماعات هنا وهناك ما هو مطلوب الآن من المقاومة هو الوقف الكامل والشامل لهذا العدوان وقف كامل لإطلاق النار في جميع مناطق غزة وانسحاب القوات إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر وبعد ذلك تدخل عملية التفاوض حول إطلاق الأسرة وفك الحصار وإعادة إحياء القضية الفلسطينية على طاولة المشهد الدولي أما ما يراد من خطط هنا وهناك إدخال قوات فلسطينية أو قوات عربية أو دولية أو الناتو أو الناتو بلس فكل هذا لا شأن للشعب الفلسطيني به هو الشعب هو الذي يقرر في النهاية مصيره ولم يصمد الشعب في غزة هذا الصمود الأسطوري ويضحي بـ 21 ألف شهيد وستة أو إلى سبعة ألاف من المفقودين حتى يأتي الأمريكان أو الغربيون ليخططوا لنا مستقبلنا في النهاية عبر اسكاب من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القصة الدولية هشامي عقوب وكان معنا عبر اسكاب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي شكرا جزيلا